الى ما قبل سنوات لم تكن رؤية مشهد كهذا مألوفا في مدارس مأرب والتي تشهد زحاما غير مسبوك يتزايد كل عام نتيجة الاقبال الكثيف على التعليم حيث شكل النزوح وابرز اسباب هذا الزحام اضافة الى البنية التعليمية المتواضعة يحشر الطلاب في فصول دراسية بطريقة لا تتفق مع المعايير التربوية حيث تكل خيارات التعلم واكتساب المعارف وقد تنعدم في الغالب فالوضع التعليمي يواجه تحديات هنا بالقطاعين الحكومي والخاص وفروا لنا بعض المدرسات والكتب نقص زيادة ما فيش موجود بش توفر الكتب معنا الشيء اللي عقبنا انه غيروا لنا الماسات بس شفتي على ما تشوفين انه في كثافة في الكرسي الواحد قالت طالبتين وانفروض يكون طالبة وهم وعدون السنة اللي فاتت انهم يسووا لنا فصول يوفروا لنا فصول وما وفوش بهذا الواعد واشوفي على ما شفت انه في زحمة زحمة كثافة طلابية زيادة عام دراسي مختلف عما قبله بدت المدارس قير قادرة على تحمل تبعات هذا الوضع الجديد وانعكاساته السلبية على العملية التعليمية في وقت تحاول فيه السلطات هنا مع بعض المنظمات الإنسانية القيام بمعالجات تمثلت في إضافة فصول دراسية مؤقتة وكوادر تربوية إضافية في محاولة لسد الاحتياج الكبير في كادر التدريس فضلا عن توفير الكتاب المدرسي بعيدا عن التعديلات التي أقرها الانقلابيون في المناهج الدراسية بالنسبة للكادر التعليمي الأخ المحاول أيضا مشكورا وجهها بما يقارب 260 عقد تم بها تغطية العجز في هذه المدارس وتم إنشاء صناديق تربوية داخل المديريات من خلال المنقطعين أو المتغيبين عن الدوام وتم تشكيل هذه الصناديق لتغطية العجز في الميدان وبالتالي العجز لا يوجد داخل هذه المحاولة إلا بالنسبة بسيطة قصة معاناة يعيشها طلاب مدينة مأرب إذن لا تزال تراوح مكانها لأكثر من ثلاثة أعوام مضت ويبدو أنها آخذة في الاستمرار ما لم تتدخل السلطات بشكل رسمي وبصورة أكثر فعالية من أجل الإسهام في تحسين واقع التعليم عما رهدته المدينة واقع جديد للمحافظة بدل قطاع التعليمي وأبرز الجوانب التي تأثرت بالتحولات الأخيرة حيث اتضحت الفجوة بين العملية التعليمية ومدى الاحتياج لمزيد من التطوير والتحسين خليل الطويل قناة بالقيس مأرب ترجمة نانسي قنقر شكرا